موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم حبابي طلاب الصف الثامن اليوم نأخذ درس ثورة المستعمرات الأمريكية استقلالها كما شاء الله درس سهل وبسيط يلا نفس اهدو خمس دقائم نكون مجاهزينه يلا فكروا معي وامشوا معي بس شوفوها كيف بيدي يصير انهم بقوا السكان الاصليين لقارة امريكا الشمالية بقوا الهنود الحمر شو سووا فيهم هذول مسكوهم وقطعوا صنقلياتهم ذبحوهم ولا اليوم هاي امريكا هاي القائمة قائمة على الدماء اذا اذا كانت السكان الاصليين لامريكا الشمالية هم الهنود الحمر والاسم اللي اطلقوا عليهم كريستوفر كولومبوس يوم وصل لامريكا انه وصل الى جزر الهند الشرقية بعدها سموها الهنود الحمر عشان يميزوه مع الهنود الاسيويين يهنودل وحمر لهم حضارة عريقة وعادات تقاليد وثقافة كان يعيشوا ضمن قبائل مختلفة في مناطق القارة الأمريكية زي قبائل الآستيك في المكسيك الأنكا في البيرو وأبيد منهم نسبته 80% على يد المستعمرين الأوروبيين ذبحوا مكتلوهم أسباب إجارة الأوروبيين إلى أمريكا الشمالية ليش راحوا الأوروبة على أمريكا الشمالية بسبب الحرب العالمية الثانية أتوقع أيوة هاجر كثير من الأوروبيين لأمريكا بعد اكتشافها فيه إنهم فارب عقيدته من الاضطهاد عشان يروع الحرية الدينية ومنهم كان يعيش بحرية وكرامة وآمنها ربما كان تعيش أوروبا من ظلم والاضطهاد سياسي وديني والكنيسة وسلطتها وهاجر رغب في تحسين أوضحهم المعيشية يتغلص من الفقر والعوز العوز شو العوز يعني العازة هاجر إلى أمريكا من كان يرغب في جن مزيد من الأرباح يوسع تجارته ما اقتصر الهجرة بس على الفقراء بل شاملة الإقطاعيين والنبلاء والأغنياء يعني باختصار راحه إيش ناس تشم هوى إيش ناس تتحرر دينيا وإيش ناس إلا هو مشان المصاري أسباب قيام ثورة المستعمرات الأمريكية يلا صار في عنا مستعمرات أمريكية وصل بين بريطانيا وسكان المستعمرات الأمريكية لمرحة اللعودة كان بتعرضوا إلى سكان المستعمرات ظلموا قع عليهم من مين من بريطانيا وضرائب يدفعوها لبريطانيا اللي هم صار إبعاء السكان صارت حرب سيني السبع بين بريطانيا وفرنسا صارت بينهم وساعد فيها سكان المستعمرات بريطانيا ضد فرنسا قابلوا فيها بلاء حسن فاق حتى الجنود البريطانيين وضباطهم شو صار في ثورة المستعمرات الأمريكية ثار سكان المستعمرات الأمريكية في معظم الولايات بقيادة مين جورج واشنطن اللي قاد جيوش المطوعين مشان يدافع المستعمرات الأمريكية ضد الجيوش البريطانية اللي ما قبلت باستقلال المستعمرات وراحت للمالة نهاية في قتال سكانها يعني بريطانيا ضد الماشكة أمريكا ساعدت فرنسا عدوة بريطانيا جورج واشنطن بجيشها ضد بريطانيا وأخيرا جورج واشنطن أعلى الاستقلال عن بريطانيا في 76 فيما عرف مؤتمر فيلاديفيا الثالث وأن المستعمرات الأمريكية الثلاث عشر أصبحت مستقلة باسم الولايات المتحدة الأمريكية ولليوم وخلصت الحرف الثلاثة وتمانين وصارب في مؤتمر باريس إذا اعتراف بريطانيا باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية شو اللي خلت هاي الثورات تنجح هات خلينا نشوف إن القوات البريطانية تحارب شعب متحد مش كان جيش نظامي كانوا شعب كليات وخاض صعب الاتصال عليهم يعني بيكتلوهم كلهم يا إيه يا بيخلوهم وكان زو كان المستعمرات بحاربها أرض يعرفون جغرافيتها وطبيعتها وبريطانيا الساعة بدها تنقل الرجال عدد العسكر عبر البحار مسافات طويلة شاقة بعيدة كانت بريطانيا عنها وهذا جعلها تعتمد كثير على المرتزقة لما فيش عندهم انتماء وكانت المنافسة بالصراع بين بريطانيا وفرنسا سبب انحياس فرنسا لسكان المستعمرات الأمريكية وساعدتهم ضد بريطانيا باختصار اختبر نفسي نطلحون يلا يعرف السكان الأصليون لقارة أمريكا الشمالية بالهنود الحم شو ثورة المستعمرات الأمريكية قانون التجارة لصدر عام 1561 اعتمد لإنجليزي محاوة القضاء على ثورة سكان المستعمرات على المرتزقة وصول الوضع في بين بريطانيا وسكان المستعمرات الأمريكية قبيل الثورة إلى مرحلة اللعودة ليش؟ كان في ظلم ضرائب وعدم حصول سكان المستعمرات على الحرية بعد مساعدتهم لبريطانيا ساعدوا بريطانيا وفي الأخير زحلقوهم تمسك بريطانيا بحكم المستعمرات حتى آخر لحظة من كان بي عندها مكاسب اقتصادية بالتجارة والضرائب والأسواق واحتكارها شو نجاح ثورة المستعمرات الأمريكية؟ قوات البريطانية كانت بتحارب شعب متحد مش جيش نظامي سكان المستعمرات كانوا يعرفوهم كانوا يعرفوا الأرض وجغرافيتها وكانت بريطانيا بعيدة كثير واعتمدت بريطانيا على المرتزقة وفرنسا كانت منحازة لسكان المستعمرات الأمريكية وساعدتهم ضد بريطانيا السنتجة عمي التمسك بالأرض والوطن تمسك بالأرض دفاع عنها فعدم التنازل على أي شيء برمينا هو السبيل الوحيد للحصول على الحرية والاستقلال وهيكي بيكون درس سهل وبسيط عن الثورة الأمريكية شوفكم إن شاء الله في الدرس قادم بدرس منيح إلى اللقاء